سلام عليكم اخوانا وعليكم اعجيكم جميعا انا احييكم قوعد باسمين فايمكن كنتو ازول في اللون بداية انا كنتمنى ان هذا الفيديو دا يلقاكم بصحة وبعافية ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير اخواني قبل ما ندخل الموضوع دي الفيديو اللي دخلته على وده باش شوفوه اللي مكتوب في العنوان دي الفيديو عندي واحد مقدمة مهمة بتنقولها اولهم اعلنوا تضامن المطلق مع الاخ نبيل هرباز نبيل هرباز هو اخ وصديق وشهادة دي الفيديو غادي تكون مجروحة يعنه انسان كان عارفو انسان وطني انسان يعني كي يبدل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع لوحدة الترابية والدفاع للتوابية المملكة والدفاع للشرف دي المغربيات فالاخ نبيل مشهود له يعني انه يقوم باعمال جبارة لصالح الدولة المغربية وصالح الوحدة الترابية والوطن المغربي فكما كنت تعرفوا هذا الشيء اللي يغيد الناس اللي لا يخافوه الله هذا الشيء اللي يغيد المجرمين وهذا الشيء اللي يغيد الناس اللي لم يربيهنش ويستفتوه بالتحديدات تحديدات هذا وهذا وهذا فش يشوفوا ان هذه التحديدات مخدمش معك يبدأوا يقلبوا لك على انه قد ضعف قد ضعف بحلولاتك تبا الاخ نبيل مسولي الدراري لكن انا بنت نقول واحد مسألة مهمة نحن كمغرباء خاصة اللي عايش هنا في المانيا نحن نتحده شوية ونحن نتعلمه من الاتراك نحن نعيش هنا في المانيا الجارية المغربية اللي في المانيا نحن نرى الاتراك كيفية متحده كيفية توركية وقليل كيفية حاجة كيفية حائلته وولد عمه كذلك الأكراد كذلك العلبان وكل الجنسيات فنحن نحن نكون بحلقه وللأمانة انا كنت درسلت فى هذا الماسك وفى الدمه وشيء اللي تمتين فاني جاءوا نفترين من الأكراد من لبنان من الألبان ونحن نحن نقوم بحلقه ونقوم بحلقه ونقوم بحلقه ونقوم بحلقه و Hang Other وقوم بحلقه لو attacked لكن قام بحلقه محتاج و taking a note دارنا ونحش مرة ونقوم بحالة و 가지고شت طلبها مني وكنتمنى ان هاد الحملة دي التضابن مع الاخ خونا نبي الهرباس تستمر باش يحس ان هو ماشي بوحده ويحسو دو كل جوبناه اللي كي هدوه ان هو راه ماشي بوحده ولقربه لشي واحد منا غادي تنشره تحياتي الخويا نبي الهرباس والمستبعين ديالك وتحياتي العمل لشمطالك تقوم بي اخواني في هذا الفيديو سوف نتكلم من هذا الملكة الجامال ملكة الجامال ملكة الجامال زين ملكة الجامال لكن ارى ملكة الجامال سأبدلنا المشاكل هذا ما حالي لن تسمع ملك الجمال كنت تشاهدون الزين ولكن لنبدأ المشاكل لا تعرفوا لماذا اخواني دخلت كان قراف الشروق الشروق الجزائرية في المكة تدخل لك مصيبة ودروا يتلقى المروق لن يوجد موضة اخر من غير المروق فاقف ادخلت الشروق ماذا نقول لكم يعني كنت تشاهدون كيف تشاهدون الصحافة وذلك الخط تحريني الشروق كميتان كنت تشاهدون الزين والزيد والماطيشة والخضراء والسردين والبصلة لان هذه العقلية هذه العقلية عقلية سبيانية عندهم اذا كانت الصحافة في هذا المستوى كيف سيكون المسؤولين لأن الصحافة تعتبر ضميرة كيف سيكون المسؤولين عقول سبيانية لا تستطيع أن نقول كتاكيد لكي لا تستطيع هذه المخلوقات الجميلة كتاكيد الشروق الجزائري كتاكيد 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 كيوتوبر نحشم لأنه مبارحش لكن هناك أبعاد أثارت ضجة بتصريحاتها ملكة جمال المغرب جزائري هانتم شوف كتبين هنا أثارت ضجة بتصريحاتها ملكة جمال ملكة جمال المغرب جزائري صاحبة مقال نادي الشريف عبارة نشطاء مغرب عن السياءهم الشديد وصدمتهم الكبيرة بعد تصريح ملكة جمال المغرب بأنها من أصول جزائرية وطلبوا بصحب اللقب منها حسنا وكتبين هذا المقال بحكى أنه انتصار ما رأى المغربة تطع عليهم دم حتى ملكة جمال ديالهم جزائرية ومشون ضربوا واحد بدورها في تويتر وفي الفيسبوك ونشرين تعليق ديال المغربة بحال أنها كتبين مثلاً هذه واحدة سيدة أمازيغية مورية كتبها مع هذه المهزلة قمة الفساد والعابات جايبين واحدة أصولها الجزائرية تمثلوا ملكة جمال المغرب وشهاد البلاد مفيهاش مسؤولين يديروا خدمتهم حتى نظن غوتون حيحوا فين هاد الرقابة والتدقيق تدوا بعدو توصل المناسب مهمة وتبدأ تخدم على التورات المشترك والمغرب العربي الكابير إلى آخر هذه السيدة هي عندها الحق يعني ولكن هذه السيدة هي عندها الحق هذه المزيغية مورية لكن واحدة القادة هي الصحفة الصحفة صحفك يكون عندها مصادر أهم من هذه محترامات لهذه المؤلقة لكن صحفك يكون عندها مصادر ريكرة وكتاب اجنبية أعطينا الناس معلقين بساطة عادية يعني ردوها ورايها العام وشوفوا المرع اركاض كيف حدث يدمر ملكة الجمال الجزائري وتحدثت كوتر بن حليمة عن أصولها الجزائرية حيث قالت بأن والديها سافر للمغرب في أثناء الحرب التحريرية وبأن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات في الخياطة أنا لا أريد أن أقول لك أصولها الجزائرية للمغربيات أصولها الجزائرية للمغربيات لأن هذا يوجد نقطة صالحة المغرب لماذا؟ لأن أرى أننا أصولها مغربيات وجدتها جول المغربيات أثناء الحرب التحريرية وهي مقاومة استعمار فإنما يدل على أن المغرب استقبلكم وهذا الشيء الخير لا أريد أن تعترف به كما قال إيديوكو هي لا يتكروب الخير قال لك نحن اليهود لم يكن كروش الخير بحل شيء وحديد لذلك هي جدودها جول المغرب أثناء الحرب التحريرية جول المغرب لذلك نحن استقبلناهم نحن استقبلناهم وقسموا معهم وكين شهادات يعني نقسموا معهم الديور وقسموا معهم الماكلة من أضع التحريرية لا تعترفو به والخير والرد الجاميلي لا تعترفوا فيه وصندريستان وصندريستان وظيفة 75 المغرب ودعا الآن وأمكاني ديوران ولكن من المغرب تسميتون مدينون وصندريستان ويوجه إثناء حالي وظيفة المغرب ثانية فإن شجحت مغرب تزادت في المغريب وكبرت في المغريب وأصلا مش مغريبي ومع ذلك وليس تمثل المغريب هذا قيمة الانفتاح وقيمة ثقافة قبول آخر هذا ما تعتبر هذا في صراح المغريب يعني أنتم تضربوا المغريب ولكنتم تشكروا المغريب بطريقة غير مباشرة ملكة جمال المغريب أصلا مش مغريبة جزائرية نحن لا نعقدة معكم نحن لا نعقد من الآخر عندنا نجد شخص ما يتزادت في المغريب وكبرت في المغريب وتشبع بالثقافة المغريب لن يقبل إخصافي لم تكن نسؤول ما هو هو مغريبي لكن هل ترون ما يكتش المغريب؟ رغم أنه تزادت في المغريب ارا ما تقول لم يوجد شيئا فيه فجأت ذلك أعلمت المغريبيات الخياطة كيف يستطيع علمات المغريبيات الخياطة؟ أنا أعرف أن أعداد لاجئين جاءوا المغرب في حرب التحريرية الحكومة المغربية والشعب المغربي يريدون إدماج في مجتمع المغرب وكان فيديوهات مغربيات يعلمون الجزائريات الخياطة وردوهما ملكة الجامل جدا تايل علمتنا صنع القفطان وكانت جدك وكانت جدك المغرب لم أفهمت أن هذه المنطلة أقسم بالله هذه هي بحل جدات فأنا مثلا جديجة الألمان وكانت هنا مثلا وكانت ألمانيا في مهراجان السيني وكانت ألمانيا وأخذت جائزة تمثيلا للعلم الألماني وكانت أقسم في مهراجان وقالت لهم أنا أرى شتي من الألمان قبل أيام الحرب عن نبيه الأولى وهو الذي علم الألمان صنع موتور ميسيليز بحلق 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 وعشرين تعاليق الناس واحد السيد عادي ودير العالم تيفينا كاتب في قمة الحقارة هي أنك ملكة جمال المغرب واخدها فلوس من المغرب وكانت قولي جداتي جزائرية هي اللي علمت المغربية القفطان لم أطرح سؤال كم عمر جداتك يعني عمرك جداتك ولا من كان يعلم المغربية القفطان في القرون السابقة قبل ولادة جدات جداك لكن السؤال ماذا كنت اختار هذه الخيبة من جبل المريم ماذا كنت اختار هذه الخيبة يعني هم نشرين هذا التعليق لكي ترى الصحافة هذه الصحافة صحافة يعني عمارة وشركة وضربة وصحافة مؤستثة يعني السيعة عادلة ضرب بالحق وبالمنطق قال لها ماذا يعلم جداتك كيف حال أمرها وماذا يعلم المغربية القفطان قبل لا تزاد جدات جداتك حيث القفطان المغربية قديم واخد وماذا تعليق هو ماذا شروق كتبين واثارات من حليمة سخة نشاطة مغربة بماذا حيال العادات الجزائرية والفن واللبس الجزائري وتأكيدها بأن لهم آثرا إيجابيا كبيرا على مجتمع المغربي يعني بهم هم بغاو يبينوك أن هم هم عندهم فضل عينا لأنها جدت ملكة الجامع وليديها يمكن قالوا لها الأضراع وليديها قالوا لها الأضراع وليديها قالوا لها الأضراع وليديها أبعد حدود معا يعني حسن نية على الأضراع يمكن رضوها آثار 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 إيجابي للعادات والفن واللبس الجزائري على مجتمع المغربي كيف سأتر إيجابي؟ كيف سأتر إيجابي؟ وعندما أنتم صنعتهم القفطان وصنعتهم طاجين وصنعتهم لا أعرف شيء وكل شيء وكل شيء لم أفهمت أنا لم أفهمت لم أفهمت هذه المغربة المنكية لم أفهمت ودبراكين واحد حملاء في الشرقة تونس وذلك يتبعوا القفطان ويسرقوا ونفقوا وأنا كنت أرجع رسالتي للسي بن سعيد سي بن سعيد الوزير تقافي جديد تبارك الله عليه وزير أكتيف كنت أتمنى أنه مينعش بحال ذاك الوزير اللي كان مرقب له واخ أرى ونشرح لك تعالق هذا واحد جزائري قال ليك ملكة جمال مغرب جزائريا وليدي أجروا المغرب في أثناء الحرب التحريرية الجزائريا حرب التحريرية الجزائريا والمراركة فرحالين بها لأنها ناكة جمال ماشاء الله فرحال ما أخرى واحد أو تري اسمته جواد بن سعيد كاتب ملكة جمال مغرب ومن أصول جزائريا جدتها كانت لاجئة في المغرب وتقول أن جدتها لعلمات المغربية الخياطة والقفطان هذا واحد كاتب مغريري ودخل الجزائريون سمعوا هذا التعليق للصحافية المحترمة السيدنادي الشريف صحافية المحترمة كتبا ودخل الجزائريون على خط نزاع والجدل بشأن الوصيفة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون وقالوا بأن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر يعني إحنا صرقنا إحنا المغربة جدودنا وقالوا لها أجيوا هربوا وقالوا لها لأننا نعلم الغيب وعرفين أننا سأتي وقالوا لأحد حفيدكم وقالوا لنسرقوها شوفوا المنطع لدي المنطع لدي لا تستغربوا لديهم الأزامات شوفوا هذه الصحافية شوفوا كيف كتبها كل شيء إيجابي يسرقون من الجزائر هناك وقالوا لديهم أليكساندر جزائري كاتب كل شيء يسرقونه من الجزائر والراي الملفوف الكوسكوسي ما نعرف الدولة والسعوية حتى في التقافة والجمال الذي عندهم جمال جزائري يعني قالوا لك الجمال اللي عندنا في المغرب جمال جزائري ملكة جبال المغرب جزائري الآن أمامنا مقارنة هم قال لك الجمال نحن لا يوجد جمال في المغرب نحن لا يوجد الجمال هم مساكن تفضلون لديهم وقالوا لديهم قبل الجمال نقوم بصدق دعنا لكم ملكة نسوعة نسوعة الجمال لديهم انظروا بين قاوسة التي تسمى فناناتي وأقسم لكم بالله الأخوان وتمشي شي جبال وشي معناطق في المغرب إلى مخوك يحبس بالزين مخوك مخوك تمشي الجبال تحياتي الوزان ومعناطق وجباله كلهم شوف الزين الزين طبيعي ومعناطق الزين طبيعي وزان أطلس خنية نواحي سوس دكولة الغرب الريف الشرق مغرب كله مغربية 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 ومغربية ومغربية لا يوجد مقاييس لا يوجد كثيرا جميلة مغربية شعار تلك الحلقية وكيف يجب ان تكون شعار تلك الصور كيف يجب ان تكون ذلك؟ لماذا داخل تفادي هذه الصيبيانيات التي نصدر لكم الزين حيث اعترقكم كيف أنتو مصدرتون ذلك؟ لماذا تصنعتو هذه؟ تصنعتو هذه الزينة؟ كيف يقولون المختبر من هذا البروغرامي ومدخل الجو ستوضي وقدرتوا واحد كلونات واشتونا ولكنتو مصدرتون ذلك نجدوا مقارنة لنرى ملكة الجامل الجزائر والملكة الجامل المغرب قبل ونقوم بمقارنة هذه ملكة الجامل الجزائر والملكة الجامل المغرب هذه ملكة الجامل المغرب كيف يقولون؟ يالا ونزيد على التنية كتبين نشرين تعليق نعم الصدمة تفوز ملكة الجامل هذا كريم وحسنتو كريم كاتب نعم الصدمة تفوز ملكة الجامل المغرب وبالطبع المخزن يقوم بشراء القنوات الفضائية والمجلات العالمية وينشرونا خبر وستظهروا صورة المغرب على أساس بلد منتقدم وفي الآخر الفائزة تقول أنها من أصول جزائرية وأن جدتها لا الفضل في التعليم المغربة اللباس وأنواع المأكلة لعبات خيتي قلبات المغرب قلباتنا مثل المغرب أعطيها الفلوس وعطيها هذا يريد المغرب أن يفتح في الخارق قلباتنا ويجب أن يكراها وقال البعض صحفي المحترم وقال البعض أن نظام المغربي تعمد اختيار ملك الجمال من أصول جزائرية ودفعها لتصرح بذلك فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملك الجمال الكون التي ستقابل في إسرائيل كما ترتي مع الناس كما ترتي مع الناس كما ترتي مع الناس 50 ألف مليار تناقض مقال واحد يعني هما المغرب كما ترتي link ويقام الملك الجمال ويقام المغرب ندعو أشعر هذا كتب المغاربة أختار ملك الجمال المغرب بين أصول الجزائرية تفتخر بأصولها الجزائري فقط لأنهم سيرسلونها في مسابقة جبل العالمي إسرائيل لم يكن قوم خبائد كمال مغاربة نحن مغاربة خباتها ونحن نصرفها لإسرائيل المغرب سوف يخلي الدرون ووزير الدفاع إسرائيلي والتعاون العسكري والاستراتيجي يتبع واحدة لكي يقولها سرين إسرائي لا لا يمشي من مال إسرائي ويذكرون أن ملكة جمال المغرين المتوزة فاطمة الزهراء الخياط اضطرت لتخلي علقة بها لصالح وصيفتها كوتر بن حليمة وجاء هذا القرار عقب إصابتها على أبو السوى الكاحل وهو الشئ الذي سيمنوعها من تباريع الملكة الجمال الكون في إسرائيل يوم 18 أولا يوم 12 ديسمبر 2021 يعني يشوفو يعني حتى هي ماشي اللولا هذه مغربية اسمي تفاطمة الزهراء الخياط هي اللولا هي اللي جت اللولا وتهرست من رجليها ومشيته وصحاف يظنك يعطيه الثانية شوف ده بالا شوف يعني حتى شيء تبعت دب شنو دب شنو نستفدمه ها شنو شوف العقلية شوف شوف صحافة شوف شوف صحافة شوف صحافة صحافة هادو شوروق أخليها قليلا الحسن تن الله رحمه قليك شوف حتى يرى العلم مع من حسرنا الله بالجوار نخلي لكم الاخوان التعليق التحت تحيات لكم ولنعود الفيديو جديد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسارى اضعوا البتاoko اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر